المنتفى اليوم هو جريمة باشعة على كل مقاييس التي هزت المغرب كامل في سنة 1991 وبالخصوص في مدينة مكناس بسبب ضائرة إجرامية اسمتها مجينينا العديد منكم سوف يسمع لها مجينينا وحنفوظها لأن الجريمة هزت الرأي العام الوطني وتعرفت على صعيد المغرب إذا على بركة الله عبد الرحمن الصحي الملقب في مجينينا تزاد في سنة 1954 وكان ساكن في برج مولاي عمر عبد الرحمن كان طفل مشاغب كان دائما يدير بالبالة لف الدار لف المدرسة أبا كان يسلخون جيدا وكانت لديه شخصية عصبية كان يتعصب على شيء بسيط وفي الماء يتعصب يبدأ يهرس ويضرب ويسب المهم دائما يدابس في المدرسة دائما يدابس في الدرب واللقب مجينينا أعطاه له أبا لأنه كان يتعصبه ويضربه وهذا اللقب مجينينا سيتبعه حياته حتى يموت عبد الرحمن لم يكمل الدراسة ويخرج من الثالثة لا يريد أن يتعلم صنعه لا يريد أن يفعله في حياته ويبقى أن يدابس في المدرسة ويسلخه من الجهة وكانت أمه الذي تعطف عليه قليلا الذي تحس به وكانت تكالي عليه قليلا وكانت تكبر في الوصف الاجتماعي فقير كان إنسان سلطاوي وكان يضربه ويسلخه وكان يلقى الحنان غير معمه وكان يكره الوالد أو الأب كان يكره الوالد وكان مازال في سنة المراهقة ومن ثم كان يزاد في الانحراف كان يتعطى المخدرات والشراب وتبع الطريق الإجرام بما فيه القريساج والضرب والجرح والساطع الشخصية القوية والعصب كان يسيطر على مجموعة ويكون أول عصبة في سن 19 العام يعني أخونا مجينين في سن 19 العام هذه العصبة كانت مختصة في الصارقة والقريساج والضرب والجرح وكان يداروا الروينة في المدينة وبسبب هذه الجرائم المتعددة التي ارتكبوه والشكاية التي كانت عند البوليس ستشد وسيكون هي أول دخلة للحبس في سنة 1974 وسيتحكم بـ 20 عام هذه 20 عام سيدوز منها غير 15 عام لأنه سيجيه العفو وفي هذه 15 عام الذي يدوز في الحبس سيزيد الطحن جيد وسيأخذ دكتورة في الإجرام وهو تشد في الحبس سيدي سعيد وكانت عنده عداوة كبيرة مع واحد مجريم آخر اسمته عبد الجليل والملقب حنفوزة هذا عبد الجليل حنفوزة كان محكوم بـ 14 عام بتهمت الشروع في القتل وهذا حنفوزة كان صغير على مجينينة وكان قوي وصحيح عليه وكان متريني ورياضي عليه كان يلعب البوكس وكانت ديما لقير بيناتهم ديما البقارات السبب هو فرض السيطرة والزعامة في الحبس فأنا عبد الرحمن مجينينة والعبد الجليل حنفوزة كانوا بجوج من مدينة مكناس وكانوا بجوج بغين يسيطروا على الحبس فديما كان ديما الدباز بيناتهم مجينينة كان محي برج مولي عمار وحنفوزة كان مسكو بيدو فأنا كمل العقوبة السيجنية ديالو ديال 15 عام أخونا مجينينة خرج للحرية ولكن خرج واحد العقلية إجرامية نهار خرج عوناته الوالدة ديالو باشي دير واحد كروسة باشي بيع فيها الخضراء ولكن كان إنسان ضغي كيمل ويتعصب على أدنى حاجة يعني ماشي كان من النوع اللي سيتعامل مع الكليان وبيع هذا ونقي الخضراء لهذا المهم ما كملش بحل اللي نقوله في المهنة الحلال ديال بيع الخضراء والتعاصل بواحد المرويج ديال المخديرات كبير كان في مدينة مكناس وتستطع يقنعو بأنه يبيع الحشيش في السكتور ديالو يعني يفورني له الحشيش وهو يتكلف بالبيع ديال الحشيش في السكتور ديالو فمجيني من خلال تعامل ديالو مع الناس والعصبية ديالو والغوات والتهراس والضرب ما كانش إنسان عادي كان إنسان مريض وكان كيتعطل المخديرات كان كيتعطل الحشيش القرقوبي وهذا الحشيش القرقوبي كان كيزيد في الهياجان ديالو يعني كان كيبيع المخديرات في السكتور وكان عدواني ما كيتعاملش مزيان تهم مع الكليانات اللي كيشريوا من عندو وكان ديما كيهدد الناس فما دووشتش تشعر فالبوليس غاد يلقي عليها القبض بتهمة التجارة وترويج المخديرات وغيحكموا عليه بعامين يدوز تشهر في الحرية أو تاني بتهمة التجارة في المخديرات وذلك العامين اللي غاد تحكم عليه غاد يدوز منها غير عامونس فشخرج موردك العامونس غايكوون عصابة أو تاني والمقر ديالها غاد يكون هما الجنانات ليحدى حي البرج وهات الجنانات كان سيطر عليها هو العصابة دياله اتفاق مع مول الجنان هات الجنانات كان بحل يقولوا مرتع دير السكيرياء والمجرمين والشمكارة ومول الجنان كان واحد معاهم يعني ما كانش كي قد انه يجري عليهم وحيتاش كان كي عرف مجيني نتافق معاه انه ينقيلو ذاك الجنانات من ذاك الباشار ويقسم معاها الغلاء أو المحصول ديال الجنان اللي كان دير تفاح والبرقوق فاضل عصابة هذي ما كانش مقتصرة على بيع تفاح والبرقوق اللي كانوا اللي كان مول الجنان كيعطيهم كانوا كي ديروا ديزاكتيفيت اخرين ويضربوا في الباشار وكانوا ديرين الرعب في المنطقة وحنفوزها فاش خرج من الحبس تا هو كون العصابة دياله لان العدوى بيناتهم كانت تقديمة من ايامات الحبس فهذا العدوى ستزيد تكبر والحقدته ستزيد حتى الواحد النهار سيكون سكران مقرقب ويقريسي واحد البنت ويضرب أخوها ويفتحها راسه والبنت وخوها كانوا في الحماية الحنفوزة كانوا متضرب اللي ساكن فيها الحنفوزة ومشوش كوليه باللي مجينين قريساهم ومضربهم وما دير ما بغا وما ضرب حساب الحد هنا حنفوزة ما تسرطاتش له ويبقى حال فعلا مجينينة ومع 6 ايام على الحادثة القريساج لابنت وخوها ستتم المواجهة بينجوج العصابات مجينينة من جهة وحنفوزة من جهة فهذا المواجهة أو المعركة التي ستوقعها ستضرب فيها مجينينة ضربها في صدره لكن الضربة الكبيرة هي اللي اخذها حنفوزة ومشيت ليه عينه مجينينة ضربوا بسنسلة موطور راسه طيحه وتقبليه عينه يخشى ليه هموس وشبدليه عينه الشرطة ستعلم بهذه الحادثة ومعركة ويقول ثاني مجينينة وحنفوزة في الرشارش يبقى يقول رشارشه وموضك العصابة فالعدوات زادت بينتهم وحنفوزة حال فتاقت المجينينة وحيد ليه عينه بجوج لأنه طيار له دجا واحد العين يعني مجينينة طيار العين لحنفوزة وحنفوزة يعني حال فتاقتله وحيد ليه عينه بجوج ويغتسب ليه تلواليده مرهد المعركة ومجينينة وحادي صواريه لأنه رشارشه عند البوليس وتحنفوزة والعصابة دياله ومراك يقلبوا عليه فدوز زيامات مخبي في الجنان وكان حاضي راسه ودائما مع السلاح الأبيض والسناسل وخاة كنتريني شوية كان عارف بالله حنفوزة إلى حضر كان يخلي ضربه لأنه كان صغير عليه ومتريني عليه وتصحى كان صحيح عليه جسمانيا فأخونا مجينين كان ديما على استعداد في الصيف 1991 وبالضبط نهار 11 يوليوز 1991 كان نهار سخون كان الحرارة طالعة فأخونا مجينين كان مريح يشرب وحاضي راسه وحس بلا شي واحد يتربص به وداره هو يشدك هنا وقال له قال له أخونا مجينين أرى لنأخذ شوية التفاح هذا الولد هذا كان شمكار كان في عمره 21 عام وكان ملقى بولد الطبان وكان بحال يقول له خدام مع حنفوزة أو تابع الدراريدي الحنفوزة هنا مجينين سيشده وقال له صيفتك حنفوزة وسيبدأ يصرفق فيه ويضرب فيه في الأول والطبال نكرر ولكن مجينين نصمم على أن ولد الطبال خدام مع حنفوزة ومصيفت من عند حنفوزة هنا بتهديد بالسلاح الأبيض والجنوية اللي كانت عند مجينينة سيقول له حيد حويجك وسيكتفه مع شجرة وسيربطه ملور وسيصنطق فيه وسيضرب فيه يعني أمام طون يضربه بالبنية وسيصنطق ولد الطبال ولد الطبال تحت ضرب والتهديد سيقول لهدرا الذي سيتعصب مجينين لأنه كان عصبي وكان تعصب على الأقل قال له الشيحة عوال عليك وسيشدك وسيقتلك وسيتقبليك عينك بجوج وسيغتاصب لك يعني سيدخل على أمامك للدار وسيغتاصبها هنا مجينينة وسيطلع عليه وسيطلع عليه العصاب للرأس ومن خلال الاعترافات التي كانت في محضر الدبيط القضائية سيضرب ولد الطبال سيفقد فيهم الوعي سيفكوه من ذلك الشجرة وسيجروا تلسساقية عندما يسقيوا بهم جنان وسيضبحوه من عنده بواحد المنشار سيضربه من الشمال يعني سيقطعه من الجهة اليمن وعلى الثاني يقطعه من الجهة الشمال تفكي راسه من الجسد وليس كثافة أنه سيقطع الراس من الجوتة أو صل الراس من الجوتة ولكن هذا يطعن الجوتة بواحد الجنون يعني بالموس وسيضرب الجنون وهذا ما يقع الذي يهدد مجينينة هذا سيشد الراس لولد الطبال سيضربه في الكيس بلاستيكي الجوتة سيضربها مرساقية سيضرب المنشار وسيضربه في الرباع سيضربه مرساقية فهذا السبعة ونص هذه الأشياء كان مازال النهار سيهبط بالكيس بلاستيكي الذي فيها الراسة والطبال وسيضرب المدينة في ذلك الوقت كان اسميتور ريستينغا دخل وضع الميكا المقطوع بين الجليه وبدأت بلاستيكي ويقف بعض بلاس كذلك السربية سيضرب أو كذلك هذه السربية عرفته عرفته خطير وكان معروف حيث قلت له سيضرب المجرد سيضرب المجرد ويخلص لما صاحبك لقد من رأينا حظ السيضرب ويأتي سأأتي صاحبي وسأخذك فأخذت لي بعض المقاطعة فأخذت لي أن أقوم بإمكانك ولكن يأتي صاحبي ويقول لأجل أن ترى صاحبي هو يأخذ ذكي الميكا ويأخذ ذكي الرأس وضعه إلى الكنطور وقال لي يا صاحبي شابت ذكي الرأس مقطع ويبدأت تغوت وصخفات المهم البار كامل تروون هل يخرج هرب هل يبدأ يغوت هل يكن سكرا ونصحة ومجين هنا أخونا ستدك البرأت وحلهم بحل ما كانوا له وبدأ يشرب أو يكمل في الشرب الناس أعطوا البوليس البوليس حضر وقالوا مريح في الكنطور وضعوا الراس بجنبه ويضرب في ذلك الراس ويقول هل يوقع الفم الذي يقول حنفوزه غير يغتاسب ممي كانت حداها جنوية محطوطة وعندما أرى البوليس قال لهم دعونا ينسى لها البرأة وأنا أذهب معكم البوليس دعوهم يكمل ذلك البرأة وعزوهم دعوها الكوميسارية عندما أذهب إلى الكوميسارية وبدأوا يستنطقوا فيها ولم ينكرش أعترف بالجريمة كاملة ولكن من يسولوا على أداة الجريمة أو المنشار قال لهم بلارة عند حنفوزه وتأور مشارك معها في هذه الجريمة أخونا مجينين كان غير بغي حنفوزه يدخل معها للحبس ويصفيها اللي يتم في الحبس حنفوزه كان روشيرشي البوليس يقلبوا عليه لأنها جريمة قتل وبعدما حققوا معها سيتقدم بتكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح والسرقة بالإكرار مجينين مدووش في الزنقة بزاف حياته كاملة حبس وهذا الجريمة اللي في الحبس قال له يكون طالع على الجرائم والعقوبات ديالهم يعني كان عارف شوية القانون واخه هو مشيراجه القانون فانهر المحكمة لأن هذه الجريمة كانت كبيرة وبتعرفات على الصعيد الوطني المحكمة كانت بلان أنا قبل ما يترافع المحامي عليه مجينين غادي بدي تكلم على بعض النقاط قبل ما يدوي المحامي وقال بأنه كان في حالة دفاع عني النفس يعني كان عنصر الدفاع الشرعي وزاد عليه حتى للستفزاز يعني كان في حالة استفزاز بمعنى أن الضحية استفزوا فش قال لي حنفوزا غيغتصب لهم موه وأنا غادي علمتها القادي بأنه رأى يمكن محتاج الرعاية الطبية وقال ليهم بأنه مريض نفسي ومحتاج الخبرة الطبية أنا المحكمة ما رفضت أنه تدار له الخبرة الطبية حيث من خلال تحقيق معاه وخصوصا قاضي التحقيق شاب باللمجينين مش يحمق وكان مدرك شنو دار كان في حالة سكر ولكن هذا ما غاديش يخليه من المسؤولية وفي تصريحات دياله القاضي التحقيق قال لي رأى ندمت اللي ما فورتش داك الراس وما قتلتش حنفوزا يعني السييدة رأى مش يحمق السييدة رأى مدرك ذاك الشي اللي دار واللي باغي كان يدير وفي اللحظة اللي غادي انطق القاضي بالحكم غادي طلب من الهيئة ان الوالدة دياله تحضر باش يطلب منها السماحة وكان هذا وطلب دياله الأخير الهيئة غادي تستجبليه غادي تجيمه وحنا لها علرج ليها وبدأت يقول لي يا سمحي لي يا الوالدة راني عدبتك معايا وانا علاقة بل قدرت هذا الشي هذا لانا ممكن تعزيز عليه مراد اللقطة هذه القاضي غادي صدر الحكم في 3 ديسامر 1991 ستحكم بالإعدام هنا مجنينة ستصيفة الحبس السنترال الجناح الإعدام ومرة بأيام ستحكم على حنفوزة بـ 20 عام الحبس بحل ما يقولون بتوهم التكوين العصابة وصيفته حتى هو الحبس السنترال هذا الشيء الذي يجعل مجنينة ما زال كان عنده آمال قتل حنفوزة ولكن الجناح الإعدام لم يكن يجعلهم يتخلطهم على المحبسية التي يمتهم بجرائم أخرى والتي ستخرجوا من بعد ومجنينة حاول عدة مرات أنه يصليه ولكن ما قدرش من خلال هذه المحاولات هذه إدارة السجون عرفت بأنه مجنينة بغيق الحنفوزة ومراها بعدة شهور يعني سنة 1992 ستبنى الحبس العكاشة في الدر البيضاء وصيفته حنفوزة ترانسفير لك الحبس هنا مجنينة عرف بالله الأمان الذي كان باقي له أمشغل ومعمره سيقدر يوصل الحنفوزة وإذا كانت 4 شهور سيشعر العافية في الشامبره في محاولة للانتحار يعني يشعر العافية يريد أن ينتحر يريد أن يحرق رأسه هنا مجنينة تحرق فعلا تحرق الكامل ولكن لم يمت بقى حي هنا زود السبيطار للحبس ودس بضعة أيام وشنق رأسه يعني انتحر وطبق الحكم الإعدام على رأسه وكانت هذه القيصة مجنينة وحنفوزة تمنى تنال الإعجاب في الحلقة الجاية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة